موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ابشر مثل ما عودناكم في برنامج ابشر انه احنا متنوعين في مواضعنا لكن اليوم الحلقة لربما لها طابع اخر لها يعني قصة اخرى احنا اليوم في مينة الصدر في قطاع 41 بين شارع الداخل وشارع الفلاح ليه جينا هنانا جينا هنانا لان اكفت قصة لضابط عراقي استشهد بسبب اه مرور اثناء مرورهم وكانت اكو هنالك هاي المساطر اللي هي نوع من انواع العبوات صورنا لكم اياها ايام زمان فمر عليها وفجرت راح نعرف القصة طبعا بشكل اكثر دقة واكثر تفاصيل اللي دعانا منه جهة محترمة بالدولة جدا وخصوصا في وزارة الدفاع مديرة الاستخبارات العسكرية حقيقة اني اكبر بكل من يبحث عن ابناءه اكبر بكل من يحاول ان جهد الامكان ما ينساهم شوف وين صاروا شنو وضعهم اهلهم اطفالهم وهاي صارت طبعا ولحد العام مستمرة بالحشد رويناكم صندوق اسكان شهداء الفتوى سيد محمود شون يحاول جهد الامكان من خلال التبرعات بناء دور اليوم الموضوع مختلف وبطريقة مقاربة لكن احنا نشجع عليها حقيقة فاني اشكر مديرية الاستخبارات العسكرية على مثل هكذا خطوات تبعث بروح الامل والتفاؤل في عائلة الشهيد واتمنى عليهم انه يعني يكون سياق في كل وزارات الدولة ليش؟ لان العراقي قدم كل شي وضحب كل شي بالتالي يستحق كل شي على كل فاحنا جينا هنا البيت الشهيد المهندس مصطفى جواد المكسوسي طبعا هو ملازم وراح نتعرف على شخصية مهمة ايضا بالمكتب الاعلامي في مديري الاستخبارات العسكرية السلام عليكم مرحبا بساطة شونك شون الصحة مرتاح ان شاء الله الله يخليك الله يخضيك شونكم بعد اليوم احنا زاحمناك لا بلا شك لان نشكركم لان شاركتونا هاي المبادرة وايضا حتى نسلط الضو اسمح لي تعالى نسلط الضو عليها والمشاهدين يشوفوها ويصير سياق نتمنى انه دائما يصير متابعة من قبل الجهات المعنية لابنائهم سواء كانوا ضباطا او جنودا او اي منتسب في الدولة العراقية بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بالاحيان عند ربهم يرزقون تواصل مديرية الاستخبارات العسكرية في زيارتها الى عوائل الشهداء والجرحة وحتى المرضى وحتى المتوفين لديهم وهذه المبادرة وهذه الزيارة جاءت حسب توجيهات السيد المدير العام المحترم الاطمئنان على عوائل الشهداء وكذلك معرفة احوالهم واحتياجاتهم الحياتية واليومية لانه الشهيد اليوم ان كان ضابطا او ان كان جنديا فهو احد افراد الشعب العراقي واحد افراد المؤسسة العسكرية وهي وزارة الدفاع اليوم نحن في مدينة الصدر قطاع 41 جئنا في هذه الزيارة المعنوية والتي نسلط الضوء على احد ابطال الجيش العراقي في وزارة الدفاع وهو الشهيد البطل الملازم المهندس مصطفى جواد المكسوسي هذا الشهيد الذي قاتل ودافع عن ارض العراق بكل ما يملك وفدى دمه وارضه وروحه الطاهرة فداء لارض العراق المقدسة كادر جهتهم تقريبا؟ الكادر مكون من اربع ضباط هذه اللجنة لجنة متابعة عوائل الشهداء والجراء هاي اللجنة مستمرة في عملها؟ نعم نحن مستمرين في زيارة عوائلنا واهلنا في المناسبات الرسمية والغير رسمية شنو اللي رح تقدموه لهميا؟ التقديم أي شيء نقدمه لهذه العائلة فهو قليل بحقه لأنه اليوم الضابط أو الجندي عندما يقدم دمه فداء للوطن أو لأرض الوطن فهذا قليل بحقنا عندما نقدمه له أو لعائلته الطيبة فاللي المفروض شنو تقدموه يعني؟ التقديم الذي جاء حسب توجيهات المراجع يكون التقديم الدعم المادي والدعم المعنوي ومتابعة الإجراءات القانونية في معاملته في متابعة أطفاله في المدارس وغير الدوار الموجود خلي نتعرف على عائلة شهيد الملازم مهندس مصطفى جواد المكسوسي ونعرف منعدهم بشكل أكثر شون استشهد وكذا أيضا مشاعرهم ونذكر خصوصا قريبين من ما حصل في سبايكر وقصة أكثر من 1700 عراقي طالب في القاعدة الجوية سبايكر استشهدوا بهذه الطريقة وتم اقتيادهم وذبحهم بعد ما تأمينوهم وقلوا لهم لا تخافون وإحنا وياكم وكذا وبعدين صاعدوهم بسيارات وعزنوا القصة تعرفوها والعالم كلها يعرف ونشوف أبوه الله يحفظ أن نتعرف عليه عمام ما أعرف هو متزوج؟ ما متزوج خليكم لينا بعد هذا الفصل اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام طبعا دخلنا إلى بيت الشهيد رحمة الله عليه ومثل ما تشوفون يعني موجودين الأخوة الضباط وكذلك عائلة الشهيد والدة وعمامة في هذا المنزل المبارك طبعا ندعو لهم بالستر وبالعافية وخاتمة الأحزان ولو نقولها خاتمة الأحزان وبمو سهل واحد يفقد عليه يعني شخص قريب جدا عايش ويمشي دمه وبذكريات على كله لكن الوطن أكبر من عندنا كنا عراق أكبر من عندنا كنا فاليوم هاي المبادرة اللي هي من مديرية الاستخبارات العسكرية حقيقة من المبادرات اللي نقيمها ونثمنها ونحن سابقا أنه أيضا تم دعوتي لمبادرة مشابهة من قبل أيضا وزارة الدفاع لشراء دار في وقتها لأيضا أعتقد شان جندي مضابط فعيوني أدعوكم دائما أنه مثل هكذا مبادرات تستمرون بيها ضمن آليات واضحة ومرتبة ليش؟ لأن مثل ما قلت العراقي استحق العراقي ينتظر الكثير من الجهات المعنية من رؤساء المؤسسات البارزين في الدولة أصحاب القرار ينتظر الكثير اللي شافه مو قليلا على كل الله يساعدك حجي يا الله يساعد من بيك الله يحفظك الله الحمد لله الحمد لله ممكن يتعرفنا بنسة؟ أنا أبو الضابط استشهد مصطفى جواد وش وقت استشهد؟ يوم الثين وعشرين الثين وعشرين بالشارع الثين وعشرين خمسة وشن الله يستشهد؟ استشهد عن طريق وقلي لهم المساطر لهم مصاطر نعم هاني مساطر حسب ما الضباط اللي قالوا وانا ما شفت المساطر لا حسب ما قالوا لي ايه يقول المساطر هاي المساطر يعني ما عرف انه مو المفروض اه ااتهت هاي المرحلة تم القضاء على داعش هاي المساطر من ينصبوها يعني أكو مناطق ما تخضع لسلطة القانون في أوقات معينة بحيث بإمكانهم يخلوهم مصطرة ما عرف شو تقول نحسب المعلومات اللي تورد أكثر الانفجارات اللي دل صير هسا خاصة بالصحاري يعني أو المناطق الوعرة اللي موجودة بالمحافظات الشهيد الله يرحمه كان طالق واجب في محافظة صلاح الدين فأثناء خروجهم للواجب وأثناء مسير الرتيل تحديداً يا منطقة بالضبط يعني في ناحية سليمان بيك نعم فأثناء خروجهم للواجب وبرت اللي يمشي كان الملازم مصطفى أو السيارة موجودة هو بيها وحسب المعلومات هم اللي وردت بأنه العبوات اللي انفجرت كانت قديمة وليس يعني نعم نعم وليس حديثة النصب مثل ما نقول يعني لأنه الطريق هذا يعني مارين عليهم بس مجاور إليه يا سبحان الله الله سبحانه وتعالى شاء وقدر بأنه صار الحادث من كلامك أنه على اعتبار أنه ذيش المناطق في تلك المحافظات واللي عانت من إرهاب داعش واللي كانوا متمركزين بيها بشكل كبير وزارعين يعني مسافات كبيرة من المساحات والأراضي حتاج لها عادة تمشيط من جديد هذا الشي موجودة وزارة الدفاع والجيش العراقي قادة وضباطة ومراتبا والخطط اللي موجودة هذا الشي موجود يعني ومستمر يوميا يعني هذا الشي بالنسبة المسح المناطق اللي موجودة مسح المناطق الوعرة كجبال كصحاري اللي موجودة سين شهيد رحمة الله على روحك مثوات جنة إن شاء الله رحم الله والديك وبتجنة إن شاء الله متزوج؟ لا لا ما متزوج ما متزوج هذا السنة الجاية تجي ورغم أحرام إن شاء الله أغطب لي وما أقدر صار القسمة استشهادة سين شهيد قلقوني الضباطة مو استشهد جوني للبيت ويا صلاة الظهر أنا مو هذا بيتي هذا بيت أخوي أنا عندني قطعة هناك خبروني ساعة 12 الظهر ويا صلاة الظهر جوني دقوا الباب علي قالوا أنت بمصطفى قلت لهم نعم الله يستر عليهم والله يحفظهم قال لي عمي أنت عندك جلطة ما أريدك لأنه هو قايل لهم كان يحتي الله يرحمه قالهم أبوي لا تخلونا يجي لا تخلونا يجي يجي واحد من عمامه أو من خواله أو من أصدقائه هو اللي يجي إنهان قائلية بصلاعة الدين والله أخي رأى دقوا الباب علي قلت هل شين هو هاي ايه فتحت الباب أشوفهم ضباط فضوا أخوان قال أنت بمصطفى قلت لها نعم ايه قال عمي مصطفى الصواب بيدة ويريدك بالمستشفى قلت لها صار قال بس أنت ما ريدك ريد أخو أخو قلت لها أخو عنده امتحانات بالكلية ايه وين من أجيبها السير ايه عمي أنا روحوا ياكم أنا أبو وشون ايه قال يا الله بس جيب جنسيتك وياك من هاي الموحدة خلتها بجيبي وخلتلي الشنفلس بجيبي والله قال عملات استعجل ما نريد فلوس وهاي سيارة موجودة وسيارة مال دولة ايه قلتنا ما يخالف والله خلينا وركبنا وطارت السيارة لصلاح الدين خلف الله عليهم والله يرضى عليهم وصلنا لصلاح الدين قاموا بالواجب هناك الضباط واحد مقدم تاج ونجمة ايه شون هم اسمراني ثالي أمر سريتهم هناك ما دري أمر سريتهم ما دري أمر ما أعرف أنا ما أعرف هاي ايه راح أبنا لك الترحيب وقعدنا طبينا لقينا على التنفس الاصطناعي على النعاش طبيت بس مردت ما نقف ما نقف ايه قلت العحمد الله وشكرا عليك كل شي ساعة بساعة ساعة ها أربعة ونص ما تنسيت الوقت حتى المباير راح مني ايه بالأرواع ونص طاكم أمراء وما قصرته والله العظيم والله العظيم الضباء جابه من صلاح الدين وقل له لعم انت لا متغدي ولا هاي هاك عم هاك عصير بلل ريجاك هاي وصلت كاكة كاكة وكلها انت الساعة بثمانية بالتسعة للليل وظال ايه بس بس بجي قلتني من شون لعد انا ما ااكل و الحمد لله وشكر على كل شي بعد ما اقدر اكمل يعني العظيم ضباط من نجمة وحدة الى اه جسمها ايه زيت حوشي ما قصروا وجاني اه جسمها علي على الدمعون ما ادير منصبه العسكري ما اعرفه هم قنب الواجب وخلاني خابر يارى رئيس هركان الجيش يارى الله وما ادري بعد واحد هم نسيته يعذرني ايه ها ما ادري خابرتهم وحاشوني وقالوا وش محتاز عمي ما لك شاء الله قل بس قل لنا قلت لها ما معتاج والله هي وقفتكم وقفتكم تشرف اكبر شي يعني تشيع اكون صادقوا ياكم شوفوا رئيس جمهورية ما تشيع هي شي زين من تكريد الى بغداد الى مدينة الكاظمية الى الامام الكاظم عليه السلام الى مدينة الصدر الى ايه الى الكرادة الى امير المؤمنين عليه السلام يعني ما كويش تشيع احد الضباط القدماء عزيز عليه بالتشيع ماله بالنجف دخل بالقبر ماله هو دفاني يحفر دخل بالقبر ماله ويعني المطل باللحد هذا احد الملازمين اصدقائي والحمد لله والشكر والله ما حد يسويه والله شرفه زين تجيب لك واحد قرائبة او خائي قل له يابا طب باللحد خليشوفه ان قادر عليك لا هو طب طب باللحد وشافه قل له الدفان هذا شوية ضيج عفرة الدفان قل له لا مو مو ضيج قل له قل لك وسعه شوف يعني الحمد لله ما قصره والله العظيم ما قصره والحمد لله وشكر على كل شيء اي 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 ايكتفي مارخ عندك فشيت او تعقيم تريد يقول اه هو خلي يرتاح بعدهم نكتفي زين مشاهد الكرام يعني هس انتم شفتوا الحالة طبعا هاي الحالة تكررت اخوايا وشفناها في الكثير من العوائل العراقية وخصوصا في المحافظات المضحية اللي ضحت بابنائها خدمة لابناء المحافظات الضحية اللي عانت من ارهاب داعش اليوم العراق في وضعه وترتيبة يعني امان الحمد لله والشكر ولكن بجهود منه الشهداء الشهداء السعداء اللي كانوا موجودين ولحد يعني الأمس القريب قدموا أرواحهم في دان للوطن رايح طالع بدورية هو بدورية واجب وطقت عليه العبو اللي هي هاي المصطرة بالتالي زين هذا يعني شنو معناته معناته أنه بالعراق عدنا رجالات رغم أنه تتعرض للموت بسبب الدواعش ومن يدعم الدواعش لكن مستمرين بالتضحية حتى ينحفظ هذا البلد وحتى وكرامته ويبقى متماسك وقوي بس شنو ضريبتها دماء فلما تكون ضريبتها دماء وشبابه بعمر الورد وما متزوجه هو تمام وما متزوج مفروض مستوى المسئولية بالنسبة للمسئولين بالدولة أقصد هنا مصانع القرار السياسي أنه يكون عمله موازي لهذه الدماء الطاهرة خليكم ويانا بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم الجديد مشاهد الكرام يعني حقيقة بعد الفاصل أخذنا شوية استراحة وأحد الضباط الموجودين اللي هو يعني ما موجود بالكادر ما دا تشوفه ذكر قال للحجي حجي أخذتوا حقوقهم أخذتوا كذا ما عرف شو فما عرف حجي أخذتوا والله حذر نحن ما نأخذين شي بس مراجعات مراجعة من هاي القسام الشرعية أي وإن شاء الله اليوم السلام ماله ابن أخوي راح يستلمه وهم الولد ما نقصروا حتى واحد نقيب 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 عباس الله يذكره بالخير البارحة خابرني قال لي عمو سهل يمكم شي تريدون بس يجوني للدائرة أي وجزاه الله خير مليون مرات بس اسمح لي لطفن عندي سؤال بالنسبة للحقوق المفروض من الثلحات يعني شنو الحقوق اللي يستحقها ويقدرون يعني أهلي يتبتعون بي نحن بالنسبة للشهيد الله يرحمه هو ما صار لأكثر من شهر أقل من شهر من صار 22 22 نعم 22 خمسة حالة الاستشهاد صارت فتعرف الإجراءات مستمرين بيها سيد العميد آمر آمرية 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 أسامة طبعاً مفردها أن تصرف لفد قطعة أرض مثلاً أكيد هذه الأمور استحقاق الشهيد كلها توصل من قطع أرض من مكرمة من مكافآت تعرف هو اليوم الشهيد يعني أغلى شيء أنطاع اللي هو فد نفسه ودمه للأرض الوطن فالوطن أكيد والمؤسسة اللي تبدي من القائد العام للقوات المسلحة فأكيد بتوجيهاتهم وتوصياتهم للحقوق الشهيد يعني أول بأول وأسرع ما يمكن من تنجز وتعطى له مشاهل الكرام ليش ركزت على هذا الموضوع بسألت قطعة الأرض يعني ترى هاي من الأمور البديهية يعني هم حقيقة صح أوكي ناس تسعى وكذا جهات المعنية في سبيل منح الشهيد قطعة أرض ولكن يعني هاي من الأمور البديهية يعني مفد منجز بصراحة بعدين إحنا قاعدين مو بيئة الشهيد تمام حجي نعم هذا بيت بيت أخو بيت أخوي بيت عم أي بيت عم من سألته قلت ليش ما خليتنا نسوي اللقاء ببيتك ليش ما صغير ما يأخذكم نحن رح نصور إن شاء الله صوروه وشوفوه خاف نقول يعني هو بيت الشهيد بيت الشهيد حتى ما مو كاشي مو كاشي أي القاع تشوفون بالتالي عادت نظر بهواية أمور حقيقة هسا ساد الضباط الله يعفظهم حقيقة من أول ما التقيت بيهم لحد الآن طاقة عراقية أصيلة في سبيل إنه يوصلون خدمة يوصلون حتى هم اليوم جايبين يعني طبعا مبلغ مالي ويهم وطبعا من اللطيف إنه يعتذر يقول يعني ما يعني جايب مبلغ صح يعني وكذا ويجي شي منحى بس لا طلع بالكاميرا دمية مترهم مش قد لطيفة هاي الفكرة من عنده أخو الضباط الموجودين مش قد لطيفة من عندهم في حين نشوف في بعض البرامج وكذا يعني عملية إذلال وش تقول لأبو المدري منه وش تقول لأبو الكذا وش تقول هذا الظرف شوفه قدامك فأشكرهم أشكرهم لنبلهم وورقيهم عندنا ضباط حقيقة والله لو لا نفسهم ونفس كل شريف بالعراق ما يبقى هذا البلد متماسك والله العظيم فلاحد يقول لا هذا البلد بعد هاي ومعرف شنو وما ليوصل الأمور بي لا على كل زين أكو بعض نقطة أخرى أستاذ تريد تقولها والله يعفظك نحن نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة للشهيد والشهداء العراق كلهم ولكافة الأجهزة الأمنية اليوم دولة رئيس الوزراء القادة العام للقوات المسلحة بتوجيهاته وبتوصياته لمؤسسة الدفاع والداخلية داعم بكل شيء بأحدث الأجهزة بأحدث الأسلحة بأحدث التقنيات اللي موجودة لمكافحة الإرهاب والتطور هذه المؤسسات وشكرا جزيلا وبالنسبة لأبو مصطفى احنا بخدمته شنو اللي اللي باله شنو اللي يفكر به هو بس يأشر حتى ما يحج بس يأشر واحنا بخدمته يعني أخونا مشكور مشكوري فأنت هس يعني من حقك إنه تقولولهم مثلا يا با هذا وضعنا هذا كذا لطفة من عندكم يعني دلونا قانونيا شنو الطريقة اللي ينحصل بها على قطعة أرض على فد يعني يعني شقة في مجمع سكني إلى غير ذلك تمام وهاي طبعا من يعني ماذا تأخذ فد حق صعب له فد شي هذا حقك وحق ابنك وحق كل عراقي إنه يعيش في بلد معزز مكرم إن شاء الله احنا كل يتنا معززين مكرمين ولكن أدنى بعض الهفوات اللي هنا وهنا تيجت يعني الظروف اللي مر بها العراق الظروف كارثية يعني مو صحعة مو صحعة ولكن دي يتماسك مرض العراق كلش وراهنا على إنه يموت بس ما يموت بهمة هؤلاء الأبطال ولا شاب عمر الورد رايح دي بالدوريات من أجل إنه ملاحقة فلول داعش الموجودين هنا وهناك ليش من أجل شنو وإحنا حتى نأمن ببيوتنا حتى الطبيب يروح للمستشفى حتى الطالب يروح للمدرسة المعلم يعرف يدرس وكل الإختصاصات الأخرى البلد هسا شون عايش بأمان شون مستمر الحياة ومو دي يقولون تعالوا شوفوا بغداد شون صايرة تعالوا شوفوا المحافظات شون صايرة وحركة بناء واستثمار وعمران وحزم فك اختناقات مرورية وجسور وجمعات سكنية وألوان جميلة في بغداد والمحافظات الأخرى وكيلكم الحمد لله والشكر ألف الحمد لله والشكر بس هاي بفضل منه بفضل الدماء الطاهرة لهؤلاء الشهداء بالدفاع وبالداخلية وبالحشد نقطر السطر على كل راح نحشى عن موضوع مسألة إنه شون تشكل لجان إن شاء الله يعني أدعو الجهات المعنية إنه تتحدد لجان معينة لمتابعة مثل هكذا حالة طبعا عدنا حالة أخرى بالمدى إن شاء نحاول إن شاء الله الروح لها ما دعكم شي تريدون تقولوا عني الله يحفظكم نشكر منكم هواي هواي من الحضور ومن الكادر وما قصره والضباط وشكوا واحد جانا عزانا نشكر منه هواي هواي وإحنا هذا واجبنا وهذا دفاعا عن بلدنا وعن المقدسات والحمد لله والشكر الله يحفظكم بالنسبة للمصطفى كان صاحب أخلاق إحنا بالنسبة لنا عشرة عشرة يعني نفس المنطقة ساكنين أنه هذا القطع لنولدنا سوابي ما شاء الله يعني أهل من عائلة متدينة من تاريخ 2014 صارت العلاقة أقوى من أيام فتوجه هذه الكفاءة وذلك حتى هيئة الحجد الشعبي دزت وفد كامل تقريبا بالمئتين وخمسين شخص هذول فقط يعزون بمن من سألناهم قالوا كتيبة الطائرات المسيرة ما قصروا يعني كنا من نطلب منهم بس نطلب مقابيلها يتجهزون وكذا فشانوا يحمدون مصطفى والضباط الموجودين يقولون ما قصروا يعني وإحنا هدفنا واحد هدفنا هو الأمن والأمان لهذا البلد بالنسبة لوالدة هو والدة يعني تعرف حاله يعني يمكن أول واحد يجاني الخبر أنه الله خبروا علي وردت أنه أتجنب والدة خبرني عن طريق المختار خبرني والاستخبارات قال قال يا بريد غير والدة بس سبحان الله كان وعمامه والحمد لله والشكر الله يرحمه ورحمته الواسعي ورحم كل شهداء العراق بحق محمد والمحمد جد هندير وعليك على صحتك لا الحمد لله باك على صحتك الحمد لله ورحمه والديك ورمز من رموز العراق رحمه والديك أخو وين دامن بالطبية الطبية مع التمريض أخذ أخذهم أخذ دكتورة أخذ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رحمه والديك نشكرك جدا الله يحفظك نشكرك مرتي والله أنا أشكركم كلكم جميعا نشكرك لأن ربيت بهذه الطريقة أي والله اللي طلعت تعبد طلعت يعني درر أي والله هذا مصطفى الله يرحمه مهندس يعني درس مهندس من حشرة لوائل وهي كل جامحة المستنصرية هي موجود بها أرشيف وموجود بها كل شي أخاف أنه تقولون يعني أي زين والحمد الله والشكر هو مهندس كهربائي زين وصار يحب الجيش قال بو يروح للجيش وصارت قسمته من تطويع بالناصرية أي والحمد الله والشكر أي وإجاهل أي الحمد الله إذن مشاهد الكرام بعد ما شفتوا بحالة عمي أبو مصطفى ووضعه نحاول جدي الإمكان بس نرويكم بيته على عجاله حتى بس تكتمل عدكم الصورة أشكر الأخوة الضباط وأصدقاء الموجودين اللي هما وطعنين بالكادر حقيقتهم وأشكر الإعلام ودورة في تسليط الضوء على هذا الموضوع أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام حقيقة إحنا نتقلنا من منطقة مدينة الصدر في جانب الرصافة في بغداد وصلنا إلى منطقة المدائن الجعارة تحديدا منطقة الجعارة وأيضا قصة لحراقي آخر استشهد أثناء تأدية الواجب وما أعرف شيء حدثنا سيد الضابط عن سرمد علي راضي العبودي بسم الله الرحمن الرحيم نايم ضابط سرمد علي راضي أحد من تسبي مديرية الاستخبارات العسكرية عنصر طبابة منسوب إلى كتيبة طائرات المسيارة التابع إلى مديرية الاستخبارات العسكرية تاريخ استشهادة تاريخ استشهادة 11.5.2024 نعم كان المرحوم علي المرحوم سرمد يعاني من أمراض داخلية مزمنة يعني عندها ظروف صحية صعبة تاريخ هذا اليوم تاريخ وفاته كان في الدوام أثناء الدوام يعني طلع واجب يعني أثناء صباحي مالته طلع واجب بأنه يتقص ويطمن على الضباط والمقاتلين تعرف أنصر الطبابة اليوم يعني ديمومة الوحدة ديمومة الكتيبة اللي موجود فتعرف مرات المنتسبين هم اللي يراجعون مرات هو تطوعي من يمه هو يطلع يأخذ أدواته ويتنقل ما بين مفاصل الكتيبة حتى يطمن على ضباطه وعلى أخوانه المنتسبين طبعا هنا نايف ضابط علي يعتبر نفسه نايف ضابط هنا نايف ضابط سرمد يعتبر نفسه أصغر منتسب بالكتيبة ليش الأخلاق اللي يتمتع بيها ومهنيتها ورحمته وإنسانيتها باختصاصها يعني جيد هل سنتم نستقين ويا أهلا وجعين اليوم فموجودين يعني نقدر نشوفهم إن شاء الله نطيناهم خبر لدينا زيارة مبادرة من مدية الاستخبارات العسكرية نجي نعزي ونتقص على أحوال أحالي نايف ضابط سرمد ونعزيهم ونشاطرهم العزاء وهي زيارة هاي تواصل بها مديرة الاستخبارات العسكرية بتوجيهات المدير العام المحترم مدير الاستخبارات العسكرية بين نحن نواصل زياراتنا إلى عوائل الشهداء والجرح اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام احنا في منطقة المدائن وحقيقة يعني دخلنا البيت المرحوم الشهيد سرمد علي وهاي عائلتها مثل ما تشوفون والدي الله ينطي صح والعافية والد وبنت راح نتعرف عليهم يعني من قرب اكثر ونشوف يعني تفاصيل كثيرة نحاول نواصلها من اجل انه نواصل الفكرة وسبب مجيئنا ايضا وكذلك الاخر الضباط مشكورين في مديرية الاستخبارات العسكرية ودورهم الفاعل في متابعة كل الاشخاص اللي ينتمون الهم وكذلك التابعين الهم ما يتركوا هاي نقطة تحسب حقيقة السلام عليكم حجي السلام بارك الله الله الحمال ديك الله يغفر الله يغفر ذنبك ان شاء الله ما اعرف حجي يعني بتاريخ الاستشهاد اشوك داعش خمسة اي 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 شعر توفع والله بالوحدة مالت اه وعلى اساس ينزل يعني مصباح السبت ينزل هو يوم الجمعة اه متغدي وكمل واجبة ونائم بال هو معون طبي اي ف ان شان عنده ارتفاع بضغط الدم دائما اي عنده جلطة دماغية اي 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 علي السجاد وعدها اي 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 بس منفصل اي 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 شون اي سين الحمدلله انتي بيا صاف بعد بعد شون بالمدرسة اي زين ماذا هم الترتيب سي سي اي 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 منحة مالية ما اي اي نعم إحنا زيارتنا قلت لك يعني حسب توجيهات السيد المدير المحترم بأن نزور كل العوائلنا وأهلنا وناسنا لأن هذولة يعني واجب علينا بأن لازم نوصل لهم نطمن عليهم نشوف أحوالهم شن المتعلقات اللي عندهم اللي باقية مثلا من معاملات من تسهيلات بعض الأمور اللي مثلا يصعب عليهم الوصول للوزارة أو الدائرة معينة فأكيد الأخوان كلهم المسؤولين من آمري وحدات وآمري كتاب اللي موجودين والتوجيهات والمراجع الموجودة يعني هي موصية ابتداء من قائد العام القوات المسلحة ونزورا المراجع العسكرية العليا بالنسبة للمرحوم هو نايف ضاب السرمد كان يوم جمعة وفاته أثناء خروجه الصبح يعني ويزملاءه لأن تعرف الجمعة هي تعتبر استراحة بالنسبة للأسكريين داخل الوحدة فأثناء رجعتها تقريبا حسب ما رونا أصدقاء اللي موجودين ساعة 11 أو بعد الساعة 11 من داخل الغرفته فطال الوقت وما طلعت تقريبا يعني أكتم ثلاث ساعة أربع ساعة دقوا الباب تصلوا عليهم ما كفه من كسروا الباب لقوا خطيئة مستلقية على الأرض يعني الظاهر صار عنده جلطة دماغية وعلى أثرها توفى بينما نقلوه للمستشفى الكاظمية ففحص الدكتور والإجراءات الطبية مالته اللي قام توفي عن فارق الحياة الحاجي شن العفو وهي هم توجيه السيد المدير بأن أكون دعم مادي ودعم معنوي وشنو احتياجاتهم أو شنو اللي يردوها يعني إحنا إن شاء الله إن شاء الله لبي حاجي مار شنو الأمور اللي يعني الحضران ومعاملات أو كم والله تعرف ما الله أعزك الله أخليك والله هم الشباب ما قصروا يعني أولا تشيع مهم والحمد لله وشكور ورافقونها للنجاف الدفنة تكفلوا بيها الماطعم تكفلوا بي المحبين حضروا كلهم ومما يتعلق بالنسبة لحد الآن كان بس تعال بابا تعال حسن كان موضوع لا متقعد محوله هو للطب العدلي كان يعني امتانين تقرير مرة سبب الوفاة يعني تذيب التشريح فالحد البارحة يعني سمعت أنه أجل هذا بعد ما ما عرف إيه لأنه حتى للنفوس الكذا كذا ما ينطون إثبات شهادة الوفاة إلا بعد ما يتم التقرير هذا وكوحق البل أي إجراء راتيني أما ما يتعلق بالباقي فتذري بعد هو يعني بعد عراء الله سبحانه من المتكافرين بهذا الموضوع يعني من سيد الأمر يعني صراحة تحول التقاعد تماما؟ هي بعد إجراءات لأنه قريب وفاته يعني بعد هي فأكيد تعرف إجراءات وزارة وإجراءات تقاعد عامة يعني العسكري فتأخذ إجراءات وهاي أكيد يعني هاي الإجراءات تختلف عن باقي الإجراءات لأنه مفارق الحياة وهو منتسب الوزارة الدفاع مدية للإستخبارات العسكرية فإن شاء الله الإخوان اللي موجود والقائمين على أكيد أكيد طبعا هل تريدين تقولين شي عيني؟ لا أعني شي الله أعزل ما بكم قصر هيا الحسن ومشاهدين الكرام إحنا سقعدين هنا في هذه المنطقة اللي هي اسمها جعارة بالمدائن كهرباء ماكو لحد الآن ومتبهد لنين بهدنة مو طبيعية جانب المولد لش بدل شغل؟ برط مع الشياء الله مع الشياء الله ماكو خطوض نهبية سلام عليكم سلام عليكم شونك شون صحة شون حياتك ابنين ابنك أخو سامن أها الله أخو تعالين حسن شونك شون صحة مرتاح إن شاء الله اللي يخليك اللي يحفظ بقال الله حياتك الواخر الله يسلمك الله يعزك الله يكرمك طيب ماكو جايب لا والله كنت بالمحكمة شونك والله هم عندنا مراجعة الله يسلمكم هسا عائلة بالنسبة للعائلة سرمد نعم من هو متكفل بها؟ والله إن شاء الله نحن الحمد الله وعندها أطفال؟ عندها ثلاثة أطفال نعم الحمد الله والشكر بالنسبة للمدارسهم ووضعهم كذا؟ المدارس وهم تفاصيلهم كلها الحمد الله هم متكفلين بها والمديرية هم ما قصرت متابعين كل التفاصيل مشكور سيد المدير زيد حوشي وأيضا عميد إسامة أيضا الجماعة ما قصرة متابعة ملازمة والحسين كلهم ما قصرة أمانة وداما على التصالوا وقفة شي تريد تطلب من عندهم من اللي أعلم من عندهم رتبتين من صاحب القرار؟ بس موضوع التقاعد يعني أي موضوع التقاعد يعني موضوع التقاعد يعني مو شغلة مطاولة بس هي تعرف إحنا الروتين والإجراءات فتاخذ وقت يعني على ما المجلس يخلاصه هاي وهميا الإجراءات يعني الإجراءات الروتينية المعمولة السياقات بس بالفعل هاي الفترة إجراءات بدأ يصرف لو توقف نوقف والله ما أظن نتوقف لأن إحنا ما يتصرفون على أولادك؟ يعني الحمدلله شكرا أي طبعا بيناتكم طبعا يعني يعني الدخل مالتنا إحنا كعائلة الحمدلله شكرا متكافرين بأولادك والحمدلله يعني جماعهم قال ما قصروا من ناحية المادة هميا لموانا مساعدات يعني ودزوننا ياها بس الباقي يعني علينا والحمدلله عندك شي آخر تتقول عليه؟ لا والله ما عدنا بس سوء يعني المعامل لا ما لا الله والله طلع اسمه على أساس بهاي الوجبة الأخيرة وهميا أن الطينام خبر قاله على أساس المديرية هي أكون مفوض من يمهي يعني يتابع الموضوع ومن يطلع اسمه يعني يتابع عن طريق الكلام يعني يعني سادة أكل إمكاني أنه لا لا مو بس للمرحوم يعني هي وكل المنتسبين يعني توجيه القادة العام القوات المسلحي يعني هذا يعني هنا تطلع قطعة الأرض تتسجل باسمه باسم ابناء بشلون؟ هي أكيد من بعد ما يصير الإجراءات الروتينية قسام الشرعي وباقي الإجراءات فأكيد أكو قانون لهذا الشيء أكو شيء آخر؟ والله إحنا بالعكس إحنا نحب نسمع إذا أكو فد شيء هما يحبون يكلفون نبي يردون يحتاجون نبي إحنا برسم الخدمة لهم لا والله إحنا ما عدنا إن شاء الله بلهم الغرف أي يعني هي وقطعة الأرض همين هما إن شاء الله يعني متابعين الموضوع هما جماعة يعني أمانة مو كوداً هما موجودين يعني هما متابعين يعني شنحتاز كذا تصالوا يا ملازموا والحسين يعني يقل لي أي وقت إحنا موجودين إن شاء الله والله إن شاء الله أكو دعم مادية للعائلة المرحمة الأطفال إن شاء الله نشكركم جداً شكراً اللي نسمح لنا أن نصوركم وأيضاً نصالة الضوء على دوركم في متابعة متسبيكم وكذلك الشهداء والجرحى نشكركم جداً وحجي البقاء لله أنتم طيبين إن شاء الله اللهم ربي يرحمه برحمة الواسعة يرحمنا جميعاً يرحمنا جميعاً الحجي يمطيها الصحة والعافية وقدرنا نسالف إياها على كل المشاهد الكرام يعني في ختام هذه الحلقة حاولنا أنه جهد الإمكان نقول أنه أكو أسر وأكو عوائل عراقية أصيلة قدمة شهداء قدمة شهداء في ساحة المعركة أو أثناء الواجب أو تعرضت ما تعرضت إلى الكثير من الأمور الصعبة لكن بدور الجهات الداعمة والمسؤولة عن هؤلاء الشهداء أو الجرحى سواء في وزارة الدفاع أو كذلك في وزارة الداخلية أو حتى الحشد أكون متابعة وأكون لجان وأكون شخص يعني من المسؤولية العالية يمتلكون الكثير اليوم يعني جوي مثل ما شفتوه في مدينة الصدر وهسه بالمدان يتابعون الحالات نحن نتمنى أنه يعني ما يقتصر هذا الموضوع على يعني جهات فردية لا ما نريد هالشكل نحن نريد يعني مسمحولي يعني 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 إذا أحكوا إياكم بهالطريقة هاي بدافع الحب والاحترام والثقة العالية بحكومتنا والثقة العالية بهذه الكابينة الوزارية وكذلك الثقة العالية بمنتسبينه في وزارة الدفاع ضباطنا الشجعان اللي أثبتوا أنهم رجال حقا عندما واجهوا أكبر إرهاب عالمي مرة على العراق إرهاب داعش المجرم النذل وهناك الكثير من الشهداء ضباط يعني تذكرون نداوي وغير نداوي شون يحكوا إياهم يقولهم لا تخافون فإذا هم هسة تشوفون بدلتهم مرتبة وما بيها تراب فهي أغلب الأحيان يعني كلها طين وتراب ووضعهم متبهذل لكن نفسيتهم مرتاحة لدي دفعون عن بلدهم على كل فنتمنى بعد أكثر من اللجان المعنية أنه تسوي رصد ولجان وتفتر على الشهداء وعوائلهم وتشيكة تشوف أبنائهم ش محتاجين ما محتاجين هباوي حبيبتي إن شاء الله تصيرين بالمدرسة تي تصيرين شاطرة ايه أولى مو؟ أتلعوا له هي عافية وردة 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 زين عيني؟ أروح لهم أشوف عوائلهم مش محتاجين ما محتاجين من عدل مبادرات المالية تلموها بيناتكم تسوون فالترتيب معين ما أعرف ما أيمكم مهم حتى تبقى الأسر متماسكة وقوية شوف ش محتاجين قطعة أرض يا بو هم قطعة الأرض مالتهم طلعت لو ما طلعت يا بو أوكي طلعت يا بو هاي استلموها وبما إنه استشهد فتسجل بأسامي القصر وهكذا شوف شنو الآليات من خلال هؤلاء الرجال الشجعان اللي حقيقة يعني واضح دورهم واضح وهذا مو بس ببغداد في كل المحافظات العراقية يسا واحد يقول مو عندنا شهداء هوايا وجرحه هوايا ايها يا عيوني هذا واجبك مثل ما قدم ونفسه قربانه للوطن حتى عائلتك تعيش بأمان لأن هذا الشهيد من دا يفكر ما دا يفكر لفرد واحد لا دا يفكر لأمة كاملة الأمة العراقية كلها تعيش بأمان وسلام تمام فالعملية احنا ركزنا وصلاتنا الضوء عليها ليش لأن احنا دائما يعني نمر في مراحل لكن هاي المراحل ان شاء الله كلها نحو الإيجاب نحو البشرة بإذن الله تعالى لما يكون عندنا شهداء وعندنا جرحة وعندنا اناس قدموا ارواحهم فداء للوطن اكو عندنا اناس ايضا وياهم لكن الله سبحانه وتعالى كلفهم بخدمة ايضا خدمة جلية اللي هي متابعة احوال الشهداء وأسرهم وضعهم كذا تقاعدهم تسهيلات مدني العسكري ما عرف شين وذللهم عسكري طبعا بكيد على كلين وان شاء الله ربي نخلص من مسألة الكهرباء هاي ما اعرف شوكة نخلص من عندها حقيقتين الناس يعني متدمرة بالله العراق يمرض ما يموت وان شاء الله بعد ما يمرض بيه اكفاء وبيه اقوياء وبيه ناس حقيقتين يفكرون بطريقة كلها للبناء وللعمران فاتحدوا تماسكوا وان شاء الله ربي احنا نحاول جهل الامكان مستمرين وياكم في تسليط الضوء على كل الحالات التي لربما سيقل واحد يعني حال الحلقات يعني شخصياتها مختلفة افكارها مختلفة ليش احنا نريد دائما نسعى وراء الهدف السامي والاساس من كل حلقة انه نقدم خدمة عائلة وحدة نفر واحد اذا عاش بامان وسلام ما تعرف هذا هبه من تكبر شي تصير اللي ابوها يعني يستشهد اثناء الواجب ما تعرف ربما تكون دكتورة تنجي حياة الكثير من العراقيين او ربما تكون قاضية تحكم بالحق او ربما تكون مهندسة تبنين له مجمعات سكنية فلذلك لما نقدم لها الخدمة ونقدم لها تعيش حياة كريمة تكون انسانة ناجحة بالمجتمع تمام حجي كلامي؟ نعم اذا انتظرونا في حلقات اخرى من برنامج ابشر ابشر العراق في مالا اشتركوا في القناة